وفان أيضا مرسل إكسترا نيوز زياد قسم برسالة تالية من محافظة القاهرة تحية لكم مشاهدي إكسترا نيوز من هنا من محافظة القاهرة تحديدا من شرع مصر والسودان بمنطقة حضائق القبة حيث نتابع مع حضراتكم هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسدها كريمة من أجل بيع الحوم والدواجن بأسعار منخفضة عن مثلاتها في السوق المصري وفقا لتوجيهات فخامة رئيس عبدالفتاح أسيسي لتخفيف العب عن كاهل المواطن المصري لأول مرة بمحافظة القاهرة يكون هناك شادر سابت لتوفير هذه اللحوم والدواجن ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن ينضم إلينا المهندس أحمد سعيد عدو غرفة عمليات مؤسدها كريمة فراحة بحاية كفنم على شت إكسترا نيوز وفي البداية تتسع رقعة مؤسد حياة كريمة في هذه الشوادر ونقاط البيع المختلفة على مستوى الجمهور إحنا بدأنا كمؤسس حياة كريمة طبعا في المبادرة بتاعتنا إحنا أطلقناها من أكثر من أسبوع بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري يعني كلنا طبعا حاسين بالضغوط الاقتصادية كلنا واقع علينا هذه الضغوط الاقتصادية لذلك إحنا كمؤسس حياة كريمة مهتمين بدعم المواطن المصري إن إحنا نقدر نوفر له فعلا حياة كريمة وكان واحد من الأهداف بتاعتنا هي الأهداف الاجتماعية والاقتصادية إن إحنا نقدر نوفر اللحوم بسعر منافس سعر أحسن من الموجود في السوق بالإضافة لي الجودة نفسها بتاعت المنتج المقدم وهي اللحوم والدواجن نقدر نقول إن إحنا يعني الجودة المنتجات هي الأعلى في السوق وده يعني نفتخر به الحقيقة إن إحنا طبعا بدأنا بعدد من المحافظات في المرحلة الأولى كإطلاق أولي للمبادرة وكان في محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية ده كان بداية الإطلاق للمبادرة بالإضافة لي المنافس المتحركة داخل محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة من كلام حضرتك عايز نسأل حضرتك عن جودة هذه اللحوم إزاي بتم التأكب من صحتها من سلامتها حتى تصل إلى المواطن المصري أنا عايز أقول لحضرك إن إحنا بنطبق الاشتراطات الطبية في المزارع بتاعتنا يعني بداية من المرعة والتربية بتاعة الحيوان نفسه حتى مرحلة الدبح حتى عملية التبريد ثم نقلها وكذلك التقطيع والتغليف والتعبئة فالمراحل دي كلها بتمر فعلا بي يعني كواليتي كنترول بنقدر نتأكد فعلا جودة المنتج المقدم للمواطن يعني يليك بي كمواطن مصري إن هو هيأكل ويأخذ المنتج بأعلى جودة ممكنة عشان كده نقول لحضرك إن إحنا فعلا القوالة اللي إحنا بنقدمها هي الأعلى في السوق ده حقيقي يمكن برضو من خلال الجودة عايزين نعرف من حقيقة الأنواع اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة من خلال هذه الشوادر السبتة أو من خلال نقاط البيع المختلفة اللي خلاص دلوقتي نقدر أنها قرابت أن تكون على مستوى الجمهور إحنا على سبيل المثال طبعا يعني مجموعة الشوادر اللي إحنا فتحناها في محافظات الجمهورية ومازلنا مستمرين في فتح مزيد إن شاء الله من الشوادر دي بنقدم فيها اللحوم البلدي الفرش أو الطازجة ودي بتكون بسعر 310 بالإضافة ليه وجود العربات المتحركة أو المنافذ المتحركة بتاعتنا بيكون متوفر فيها لحوم بلدي مجمدة بسعر 210 بالإضافة ليه اللحوم المستوردة بسعر 185 ويأل دواجن بسعر 90 جنيه حقيقة هي يعني فيه إقبال كسيف جدا على اللحوم وعلى المنتجات المختلفة يعني اللي إحنا بنقدمها فيعني إحنا بننزل المكان مرة واثنين وتلاتة والناس بتسأل علينا عايز أقول لحضرك إن إحنا بنلاقي الناس تاني يوم جاية تشتري تاني وتالت لأنهم جربوا المنتج نفسه خلال اليوم اللي قبله وليه وفعلا إن هو الجودة بتاعته عليها أخيرا عايز أسأل حضرتك عن ما هي نقاط البيع الموجودة على مستوى الجمهورية سواء في محافظة القاهرة أو في مختلف المحافظات الناس عايزة تعرف الناس عايزة تبدأ إنها تنزل وتشتري عايزين العرب من حضرتك إيه هي نقاط البيع الموجودة على مستوى الجمهورية حاليا طبعا يعني بدأنا طبعا فيه إطلاق الشادر الأول هنا داخل محافظة القاهرة وده في شارع مصر والسودان عندنا طبعا المنافذ المتحركة بتاعتنا اللي هي داخل برضو محافظة القاهرة عندنا خمس نقاط داخل محافظة القاهرة عندنا كمان خمس نقاط داخل محافظة الجيزة وشادر كذلك فيه محافظة الجيزة بالإضافة لمحافظة شرقية فيها عدد نقطتين برضو متحركين كمنافذ متحركة وعدد واحد شادر عفوا على الشرقية عدد اتنين شادر والاسمعلي عدد اتنين شادر بالإضافة كمان لمحافظة البحيرة فيه عندنا النهاردة منفذين للتوزيع داخل محافظة البحيرة ومحافظة بنسوي في عدد منفذ واحد ان شاء الله احنا مستمرين يعني خلال الأسابيع والأيام المقبلة ان شاء الله في فتح مزيد منها الشوادر وعدد منها النقاط المنافذ البيع المتحركة بشكر حقيقة شكرا جزيلا بشمانس أحمد ذلك اللقاءنا مع بشمانس أحمد عدو غرفة عمليات محافظة القاهرة لمؤسسة حياة كريمة الآن نعود إليكم في الاستوديو تفضلوا